انطلقت في جامعة تكريت الامتحانات التنافسية للدراسات العلية للمجموعة الطبية والهندسية واتخذت رئاسة الجامعة جميع الإجراءات الإدارية والصحية لنجاح الامتحانات وضمان سلامة الممتحنين من خطر فيروس كورونا من خلال تطبيق تعليمات خلية الأسمع طلقت هذا اليوم امتحانات التنافسي لطلبة الدراسات العلية للدكتوراء والماجستير والديبلوم وفي اختصاصات الطب واختصاصات الهندسة وحقيقة كان لنا زيارة شخصية لهذه المراكز الامتحانية التزمت الكليات بمقررات خلية الأزمة المتضمنة التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى التي تضمن سلامة المصابين وكذلك كانت الأسئلة وفق المعايير التي وجهت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد الطلبة اليوم في كلية الطب 109 وفي كلية الهندسة أكثر أيضا من 100 طالب أي بحدود 200 وأكثر من 220 طالب يؤدون الامتحان هذا اليوم في كلية الطب وكلية الهندسة المؤشرات أن جامعة التكريت هي رقم 2 على مستوى الجامعات العراقية في عدد المتقدمين وهذا يؤشر أن جامعة التكريت هي جامعة جاذبة لطلبة الدراسات العلية من مختلف المحافظات العراقية الوزارة ذاهبة باتجاه الدوام الحضوري وأعدت حقيقة برنامج لموضوع التلقيح تلقيح كافة أعضاء الهيئة التدريسية وكذلك طلبتنا الأعزاء ولدينا تنسيق مع مدرية صحة صلاح الدين لفتح مركز للتلقيح داخل الجامعة لحسم هذا الموضوع وإن شاء الله نذهب باتجاه الحضور العام القادم امتحانات جارة بشكل جيد والكليات ما أخذ دورها في التباعد الصحي وكان حيث أنه كان هناك طلاب عدد قليل من طلب في قاعات الدراسية أسب تعليمات الوزارة يكون النتائج في نفس اليوم حيث بعد انتهاء الامتحان مباشرة يبدأ اللجنة الامتحانية بتصليح الدفاتر وإعلان النتائج في نفس اليوم الإجراءات الصحية التي اتخذت في كلية الهندسة جامعة التكريت هي إجراءات ضمن القوانين والضوابط الصحية في محافظة صلاح الدين ومن خلال التعليمات الصادرة من خلية الأزمة الذي جرى هو بالجانب الصحي هو قيامنا بعمليات تعفير وتوزيع الكمامات وتوزيع مواد التعفير المتوفرة لدينا والتي تم استيراد أكثر المواد من خارج العراق وحاليا الحمد لله لدينا إجراءات صحية جيدة جدا هذا من حيث للمواد التعفير وكما ترون في الكاميرا التباعد اتخذنا إجراءات التباعد وكذلك عمليات فحص الطلبة قبل الدخول وتعفيرهم قبل الدخول يتم فحص درجة حرارة الطالب والطالب المشكوك في عمره يعزل ويمتحن في جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر